تزامنا مع عيد الغفران اليهودي أغلقت قوات الاحتلال الأحياء العربية في مدينة القدس المحتلة لإتاحة المجال لعشرات المستوطنين لاقتحام الحرم القدسي الشريف وممارسة شعائرهم التلمودية داخل باحات الأقصى المبارك التفاصيل في التقرير التالي إلى مدينة أشباح خالية من سكانها الفلسطينيين هو المشهد في مدينة القدس اليوم بعد أن حولها الاحتلال إلى ثكانة عسكرية فقد أغلقت حكومة الاحتلال مداخل ومخارج أحياء المدينة بالحواجز والسواتر الحديدية مع انتشار مكثف لجنود الاحتلال بجميع أزقة المدينة بمناسبة عيد الغفران الرسالة التي يجدون إيصالها بأن السيادة الإسرائيلية هي التي يجب أن تسود على مدينة القدس المحتلة ثانيا هذه عاصمة إسرائيل الأبدية ثالثا هذا مكان مقدس لا يمكن المساس به إلا لليهود فقط في هذا العيد تشل الحياة ويتوقف اليهود عن ممارسة نشاطاتهم اليومية للتكفير عن الذنوب التي ارتكبوها عبر التاريخ لكن حكومة الاحتلال تستغل هذا اليوم لفرض إجراءات تعسفية على المقدسيين تعيق حركتهم ما يؤدي إلى تعطيل مدارس ومؤسسات المدينة المقدسة فحتى أصحاب المحال التجارية في البلدة القديمة يجبرون على إغلاقها مناسبات للمضايقة على الشعب الفلسطيني وعلى المقدسيين بالذات يعني مش معقول أن يكون هناك عيد لتقوص يهودية وأهم تقوصه هو المضايقة على الناس الآخرين سلب حرياتهم إغلاق المناطق الاعتقالات المضايقات اليومية أو فرض حتى تقوص إسرائيلية أو يهودية على الناس ما أنهم علاقة بهذه الأعياد يجب عدم التجول أيضا في بعض الأماكن العربية أو حتى المناطق التاريخية في منتينة القدس يتم إغلاقها ويتم يعني كل هذه حجج من أجل السيطرة أو من أجل يعني إعطاء الطابع اليهودي على مدينة القدس وهذا مرفوض لدى الفلسطينيين وهذا المقدسيين بالذات رغم المناقصات الاحتلالية اليومية يثبت المقدسي أنه قادر على ابتكار طرق بديلة لإبراز الطابع العربي على مدينته المقدسية أقول للشباب المقدسي قم للقدس وحي من فيها إن في القدس جنود الله تحميها وأقول للقدس القدس قامة والمسجد الأقصى على مفرقها يقام آية الخطيب رؤية